نتابع فقط الآن على الهواء هذه اللقطات التي تعرض لعائلات المحتجزين الإسرائيليين والتي يبدو فيها مقاطعتهم واعتراضهم على ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو خلال إلقاء لهذه الكلمة في ربما مراسم أو إعادة إحياء ذكرى السابع من أكتوبر هذه الصورة تبدو واضحة وجلية لعائلات المحتجزين الموجودين الآن في غزة بعد مرور حوالي 13 شهرا على هذه الحرب المستعرة والعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة إلا أن عدد من المحتجزين لازال موجود حتى الآن برغم كل ما أحدثته إسرائيل من مجازر واغتيالات ممنهجة ومنظمة ومذابح ربما شبه يومية في غزة إلا أنهم لم يعودوا حتى الآن لم يستطع نتنياهو إعادتهم وههم يعترضون عليه أثناء إلقاء كلمته